أساليب العلاج النفسي كتير ومتشعبة فيه علاجات بالحكي وفيه علاج جلسات جبعية فيه علاج بالرسم وفيه علاج بالموسيقى العلاج بالفنون واحد من أهم الأساليب العلاج النفسي اللي بنتكلم عليها مؤخراً بقى فيه كمان اهتمام كبير بفكرة العلاج بالسينما يعني ربما كلمنا في هذا الأمر في بداية الحلقة أو تكلمنا على إن فيه أنواع من العلاج النفسي بتتم بالسينما وقلنا لو أنت حتتعالج نفسياً إيه هو الفيلم اللي تفضل أنك تتعالج به خلينا نشوف أو نستكشف هذا الأمر إيه هو هذا النمط العلاجي يعني استخدم في العالم إمتى؟ بيتم إزاي؟ إيه أهم الأمراض اللي بيعالجها؟ يعني بيعالج التوحد، بيعالج حاجات عند الأطفال، بيعالج حاجات عند الكبار أسئلة كتير جداً وعندنا بصراحة فضول أن إحنا نستكشف هذا الأمر رحبوا معنا بضفتنا الدكتورة ليلى بالرحومة عضو الرابطة الأفرق السوية للعلاق بالفن واستشاري الطب النفسي من دولة تونس اللي منورنا النهاردة في القاهرة وكان لها ربما عدد من المحاضرات في هذا الأمر أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا بيكم وشكراً على الاستضافة أهلا بحضرتك خلينا نتعرف بشكل عم على فكرة العلاج بالسينما يا دكتورة ما هي فكرة العلاج بالسينما بيعالج إيه تحدينا وما تبدأ في العالم هو العلاج النفسي أساساً ابتدى في أواخر القرن التاسع عشر يعني 1879 فبعد ذلك العلاج بالسينما جاء بعد ما جاء العلاج بالموسيقى وبعد ما جاء العلاج بالمسرح وبعد ما جاء العلاج بالرسم يعني آخر مراحل الفنو العلاجية هو العلاج بالسينما وكان ذلك سنة 1947 مع الدكتور جليل سليمون فالعلاج بالسينما لماذا جاء بعدها لأنه السينما بعد ما قمنا بعملية العلاج بالموسيقى انتقلنا إلى مرحلة العلاج بالصورة والموسيقى معا يعني جاءت بعدها لذلك فتبدو لكم غريبة نوعا ما أو تبدو لكم فعلا حديثة العلاج بالسينما لا يتم لوحده لا يتم إلا مصاحبة بمعالج نفسي يعني لا يمكن أن نقوم بالعملية العلاجية دون متابعة نفسية كاملة للمريض بالنسبة للأمراض التي يتم تناول فيها العلاج بالسينما هناك أمراض الشيخوخة الباركينسون اللي هو الشلل الرعاشي زهايمر بالنسبة لأمراض الأطفال التواحد طيف التواحد الثلث صبغية تريزومي 21 الأمراض الأخرى اللي هي ليست مصنفة كأمراض يعني عضوية ولكن العلاج من الصدمات صدمات الطفولة الخوف التردد الطفل اللي عنده مشاكل في النطق هذه النوع من الأمراض أيضا هناك جانب مهم ومهم جدا وهو علاج المدمنين يعني كيف نعالج المراهق المدمن والشاب المدمن فتقريبا هذه هي الحالة كل ده ما ينفعش يحصل من غير معالج نفسي وهو اللي بيوجه أفلام إيه اللي يتفرج عليها وبعدها يتم نقشته ما ينفعش واحد هو اللي يحط النفسه ليست أفلام ويقعد هو اللي يتبحى لوحده شوف في بعض الحالات التي لا تصنف كمرض يعني حالات الاضطراب النفسي أنك تعبان حالات الكورونا اللي عشناها يعني الخوف والتردد وأنني مسجون في البيت لمدة سنة ففي هذه الحالات التي لا تصنف كمرض يمكن أن يتناول الإنسان من نفسه يقول سأعالج نفسي بالفن سأستمع إلى موسيقى سأتفرج في فيلم في هذه الحالات التي تعتبر حالات من الزجر أو الاضطراب الخفيف لكن بالنسبة للحالات التي تصنف كأمراض مثلا سندروم دوستوكولم سندروم دوستوكولم ما يعبر عنه عندما صارت حادثة في بنك فكرة الحدي هو اللي يحب يحب مختطفه يحب الشخص اللي يؤذيه يعني حتى في قصة حب أنت تشعر أنك فريسة لهذا الشخص وأنك ضعيف لهذا الشخص وأنك رهينة لقصة الحب ورغم ذلك تتشبث بذلك فهذه الحالات هي حالات نحتاج فيها إلى معالج نفسي والعلاج بالسينما الأر ترابي لا يتم لوحده يعني كل ورشات العلاج الفني سواء كانت سينما أو سايكو دراما أو موسيقى أو رسم تتم مع متابعة طبية كاملة طب إحنا عايزين نفهم يعني هل لها عائلات يعني هل مثلا في جروب نفرجوا على أفلام كوميدي هل الجروب في السن الكبير نفرجوا على أفلام تشغل عقله أو ذكرته الجروب الأطفال تشغلهم مع أفلام معينة يعني أنواع السينما أكيد فيه رومانس كوميدي فيه أكشن كوميدي فيه أفلام سايكو فيه أفلام ميلو دراما عندنا تفاصيل عن القصة طبعا يعني هو مش ممكن نتحدث عن علاج سينمائي ونتفرج هكذا اعتباطيا في أي فيلم ونقول سوف نعالج تفرج في اللي أنت تمام معنتها نفسك فيه تفرج في أي حاجة أنت تحب تتفرج فيها تمام مثلا بالنسبة للأطفال هناك بعض مثلا بالنسبة لسندروم ستوكولم فيلم لابالي لابات الجميلة والوحش الجميلة والوحش هو فعلا يتحدث عن ملازمة ستوكولم فيلم مثلا الإرهاب وكباب أنا سوف أتحدث عن عاد الإمام والبارحة في محاضرة سينما وسلام تحدثت كثيرا عن عاد الإمام يعني هناك أعمال إلى الآن لم تصنف كأعمال في العلاج النفسي أعمال مصرية لم تصنف بعد لماذا؟ لأن الديسبلين هو حديث يعني طب خلينا نرجع لمتلازمة ستوكولم نعم يعني الديسبلين حديث لذلك لن أتحدث عن الأفلام المصرية متلازمة ستوكولم جميلة والوحش متلازمة ستوكولم لابالي لابات الجميلة والوحش هناك لغاندناج لغاندناج مالكة السلج بالنسبة للأطفال هناك فيلم سنو وايت سنو وايت ده بالنسبة لإيه؟ سنو وايت بالنسبة للأطفال اللي عندها خوف وعندها ضعف شخصية اللي عندها استيراب وخوف من تحقيق أهدافها طب وليه سنو وايت؟ ليه؟ ليه سنو وايت سنو وايت هي البنت المظلومة ولكن رغم الظلم والقامعة اللي تتعرض له في أنها تحقق كل أهدافها يعني أحنا خرجنا من مرحلة كنا قبل في مرحلة طفولتنا أحنا كانت الأمثلة الجميلة اللي نتفرج فيها هي الأمثلة التي ترسم لنا الذكر على حصان أبيض والأميرة هي ضعيفة التي تتمنى الزواج منها كانت كل هذه يعني نسميها بالوغة الفرنسية يعني ما نحبش نتكلم بالفرنسي ولكن في الجندرة في الجندر يعني كنا دائما نصور سوى في قصص الأطفال أو في السينما صورة البنت التي أحنا في تونس عندنا حكاية عيشة بنت الحوات يعني أحدى الحكاية يعني دائما وبقيعة علب الكبريت وسينبريلا كل هذه القصص كانت تصور لنا البنت هي جميلة في جسدها والرجل هو سيري وهو ابن السلطان وابن الباشا وابن الأمير الذي سينقيدها من هذا الوضع لماذا سنوايت نعم فبالناسبة لسنوايت سنوايت عكست هذه القصة الجندرية التي رسمت لنا أن الفقيرة تتمنى أن تتزوج سيري فسنوايت تتحدى العقبات لوحدها لوحدها تتحدى العقبات الذي من حقد من أختها من أنها تصبح يعني تواجهها العرقيل الطبيعية بتاع السلج يواجهها السحر تواجهها الشعوذة وسنوايت في كل مرة وكأن سنوايت تذكرنا قليلا في صخرة سيزيف هي تجربة وجودية ولكن مبسطة في حكاية طفل يعني عندنا مثلا في تونس كتاب السود لمحمود المسعد كتاب السود يحكي عن تجربة البناء يحكي عن معركة مع صهباء وأليهة تأتي ضد الإنسان والإنسان يكافح ويكافح بالنسبة لصخرة سيزيف هو يدفع الصخرة والصخرة ترجع سنوايت هي يعني تبسيط لتجربة وجودية هي تبسيط رمزي لتجربة وجودية كيف يواجه الطفل كل العراقيل دونما الاعتماد على الآخر الثري أو الآخر ابن السلطان فهناك بتحول المجتمعي وبالتحول الفكري وبالتطور الرقمي وبانتشار العلم والمعرفة أيضا تحول أيضا في التناول السينمائي والسيناريستي لأفلام الطفولة هذا ما جعل سنوايت مثال جميل جدا في تناولنا لمشاكل الأطفال الذين مثلا لقدر الله عانوا عنف الطفولة أو عانوا اعتداءات من المعلم أو عانوا يعني التنمر أنت ضعيف أنت فقير أنت بشع أنت مناخير الكبار أنت لست جميلة أعتقد ديان طابق على هاتش باكو في نوتري دام أو أحدى في نوتري دام كمان يعني التحول اللي حصل في شخصيته لما لقى الدعم ولما لقى المعاملة الطيبة ولما لقى الحنان الوضع اختلف ولما لقى المؤمن بيه هو شخصيا مش بالشكل ومش بيقيمه بالشكل أعتقد ده هو اللي حد رجب تكلمي عليه هناك أيضا فيلم شهير جدا وناشح جدا اسمه The Gift The Gift يحكي عن مشاكل الطفولة كيف ترجع لنا في الكبر يعني هناك ما نسميه البلسورة للنفانس يعني الندوب النفسية الداخلية الموجودة في الواعي تبقى معنا إلى الكبر تبقى للثلاثين سنة وللأربعين سنة The Gift يورينا كيف عاش البطل هو بطل في مرحلة ما يعترض أصحاب له في مركز تجاري لا يتعرفون عليه هو تعرض لتنمر كبير في مرحلة الطفولة فيحاول الانتقام منهم هذا يتعرض للمرضى أعتقد كبير السنة وشيخوخة زهايمر لا مش لزهايمر زهايمر حأتيك ليه هذا يتعرض للأطفال التي تتنمر على الآخر لأنه حتى الطفل المتنمر هو أيضا مريض ليس فقط الطفل الذي تعرض إلى تنمر هو الطفل مريض حتى الطفل متنمر المتنمر أيضا مريض عنده نقص ثقة بالنفس فبيحاول يسبخ داع على الآخرين وبيحاول يدايقهم خلينا نخرج من نتاق الأطفال ونكبر بقى لو هو ما تعاليكش وهو طفل حيكبر ويبوز ويدمن ويبقى حالة حيلة نذهب للإدبال العلاج بالسينما للمدمنين هذا موضوع مهم جدا وهناك سأتعرض إلى مسلسل تحت السيطرة اللي كانت بطلته نيلي كريم وأحمد وفيق وأحنا كل ما نعمل ندوات عن العلاج بالسينما وعن العلاج بالفون بنرجع لتحت السيطرة لأنه فعلا عمل مهم نحن بحكم أننا في شعوب عربية يعني ومجتمعات ونحن أيضا مثلكم لا ترحم المدمن ولا السجين السابق ولا المنحرف ولا نسمح له بالاندماج مجددا في المجتمع صحيح ولا نساعده المجتمع يلفظ المدمن مع العلم أنه وإن كان بالنسبة للمشرع والقانون هو مجرم فهو بالنسبة لعلم الاجتماع وعلم النفس هو مريض هو ضحية هو مريض بالأساس فكيف نعالج الإدمان يعني الإدمان عندما يخرج الإنسان من مرحلة الإدمان ويخرج من السجن البعض مثلا عندنا في تونس الحادثة حصلت من يومين مد من خارج من السجن كتب كتاب فكل النس صارت كيف يكتب وحن أدباء وأي واحد يكتب إلى آخره أنا من وجهة نظري أرى أن الكتابة والمسرح والرسم والسينما أول شيء هي متنفس طب هي متنفس هو الإنسان المدمن عارف أنه عامل شيء غلط وعارف أنه المجتمع سيرفوظه فيحاول أن يجد نفسه داخل هذه الطبقة المثقفة هو يقوم بمحاولة أن يثبت ذاته أن يثبت أنه انصلح حاله تصلح يعني ويحاول أن ما كان يقوم به في الإدمان يقوم به في شيء جيد إن كان سواء الكتابة كانت جيدة أو سيئة هو يحاول نحن نعرضهم لنمازج من السينما عاملة يعني مثلا عندما تحدثت عن تحت السيطرة تحت السيطرة كامل المسلسل كانت فيه مساندة للمدمنين وإعطاء قيمة لورشات الرسم وورشات السايكو دراما هو لم يتعرض للسينما ولكن ورانا في كامل المسلسل كيف ينظر من نظرة جديدة في المجتمع المصري هي طبعا كيف ينظر المجتمع من جديد للمدمن على أنه مريض فورشات العلاج بالسينما مع المدمن لماذا نعرض له الأفلام نعرض له فيلم عن شخص مدمن لماذا لأن المدمن يستحي أن يتحدث عن نفسه عندما يكون مع طبيب نفسي هو يستحي هو ضعيف يستحي أن يقول أنا أستهلك كوكاين أنا أستهلك مخادرات أنا أعمل حقا فعندما يتفرج في مشكلة الإدمان في التلفزيون ويتناقش مع طبيب نفسي فيقول له الطبيب النفسي تعرفت إلى هذا جاءتك هذه الحالة في وقت معين جاءتك هذه الاحتياجات أنا بس عشان الوقت يدهمنا يعني هو هذا يعني المدمن لا يمكن أن يحكي عن نفسه فنعرض له أفلام عن الإدمان هي التي تتحرك تحكي عن مشكلته بدون توصيف المشكلة لو دخلنا في دائرة الشيخوخة الجهايمر كل الأمراض التي تأتي لكبر السن ما هي أبرز الأفلام التي تقدم ولماذا ولماذا بالنسبة لزهايمر فنحن تقريبا نقوم بنفس التجربة العلاجية التي يقوم بها المعالج بالموسيقى المعالج بالموسيقى مشكلة زهايمر هي مشكلة تذاكرة بالأساس فمثلا عندما نعالج بالموسيقى نأخذ المريض ونعرض له أغاني مثلا من سنوات الأربعين أو الخمسين فهو حتى لو ناسي أشياء تحصل له الآن سوف يتذكر مثلا أغاني لصالح عبد الحي وعبد الحمولي وسيد درويج نحن نحيي فيه تلك الذاكرة الداخلية العقل الباطني نشغله من خلال الموسيقى نفس المرحلة التي نقوم بها في الموسيقى نقوم بها في السينما فنرجع مثلا نشوف في أي فترة كان عنده عشرين سنة يعني نحن مش نحط له فيلم هو عمره سنة نحط له الأفلام التي عاشها في فترة الطفرة بتاع المراهقة لأنه في العشرين والثمنتاش والستاش هي أكثر فترة يتابع فيها هو الفن نشوف لو هو مولود في سنة أربعين نذهب إلى أفلام سنوات سبعة وخمسين غير الزايمر فيه الباركنسون شلل الرعاشي الباركنسون أيضا من الأفلام اللي يعني مشكلتها أنها عندها مشكل نفسي ومشكل عضوي ومشكلة مرضى الباركنسون أنهم لا يمكن أن يتحولوا إلى أماكن أخرى نمارس فيها العلاج يعني الباركنسون نقوم بعملية السينما العلاجية عنده في البيت مع وجود عائلته معه الباركنسون لا يتحرك عنده مشاكل في الإيدين مشاكل تصل بعضلات سوصان دي مالادي نغو دي جنغاتي يعني أمراض عصبية عصبية فلذلك يعني الباركنسون نقوم معه بنفس تجربة سايمر نرجع للأفلام القديمة ونتحدث معه تتذكر الفيلم هذا ماذا كان يعجبك عمر شريف فيتن حماما أنا لازم أختم أكتر فيلمي بتحبي أنا بحبه أيوة في حياتي أنا أيوة دسو ألف حلقيتنا النهاردة أنا بحب أحمد زاكي وبحب فيلم جميل عبد الناصر الناصر 6 خلصي الله عليك كل شكرا لك الدكتورة ليلى بالرحومة عضو الربطة الأفرق السوية للعلاج بالفن نورتين وشرفتين سعداء بوجودك معنا النهاردة شكرا جزيلا لكم على الاستضافة إن شاء الله تكونوا استفدتم من فكرة العلاج بالسينما وإن شاء الله تتأسس أكثر وأكثر في مصر وفي الوطن العربي شكرا لك يا دكتورة وبنؤكد أن هذا الأمر مجرد قائمة أفلام بنتعرض لها ولكنه جزء من علاج نفسي متكامل بيقوم بالطبيب النفسي مع الملد لا يا حال خير نروح لفاصل سريع ونكمل ما تبقى من فقرات صباح الخير مصر